كابتن محمود الخطيب لكن بيتبع النظام وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن حسام غالي وهو انت رئيس البعثة انت اللي تتواجد على منصة التتويج انت للك الحق انك تكون متواجد وانا كرئيس النادي من بعيد جدا بشارك الفرحة وبشارك اللاعبين وبشارك الجماهير الفرحة من بعيد وهو ده النادي الاهلي يعني النادي الاهلي افعال وليس اقوال وزي ما بقول لحضراتكم لقطات معبرة جدا جدا وسط الفرحة العارمة وسط السعادة الكبيرة جدا ولكن يبقى النادي الاهلي النادي الاهلي سوابة النادي الاهلي كمان على مستوى اللعيبة لو اتكلمنا على مستوى اللعيبة لقطة رائعة من محمد الشناوي وهو بيسلم مدليته لمصطفى شبير الحقيقة مصطفى شبير كمان كان ليه دور كبير جدا في هذه البطولة باداءه الرائع في المباراة الاولى هذه اللقطة بيندهلوا بيقولوا تعالى تستحق وهو ده النادي الاهلي وطبعا مصطفى شبير سعيد سعادة كبيرة جدا ولكن الحقيقة يا جماعة النادي الاهلي كمان بيدي دروس بتبقى فرحان وسعيد ما بتنساش هذه اللقطات الحقيقة وانا بقى دايما بقف عند هذه اللقطات لان هي دي اللي بتعبر عن كيان النادي الاهلي الاجيال بتروح وتيجي ولكن زي ما بقول فيه ثوابت في النادي الاهلي وكل من يتولى المسئولية سواء على مستوى مجلس الادارة على مستوى الاداري على مستوى الفني على مستوى اللاعبين هذه الثوابت ثوابت راسخة وهو ده سر نجاح النادي الاهلي والحقيقة ما تقدرش توصل لده بين يوم وليلة يعني اللعبة دي مش بين يوم وليلة لا ده احنا تعلمنا وانا كنت متواجد ليا الشرب كنت متواجد في النادي الاهلي وتربيت في النادي الاهلي هي الثوابت دي هي اللي سبت عندنا كلنا النهاردة بعد رجوع البعثة طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان في استقبال بعثتنا بل يعني وكل الناس سعيدة على المستوى الشخصي خلينا نتكلم كمان دي يعني فرحة مصر يا جماعة يا جماعة احنا بنتكلم على النادي الاهلي المصري لما بيكون في عنوين صحف اللي هنشوفها مع حضراتكم بيتكلموا عن نادي مصري النادي الاهلي كان بيمثل مصر كان بيمثل نفسه كان بيمثل أفريقيا وبالتالي كل الانجازات اللي بيحقق النادي الاهلي بيحققها أكيد لمصر بيحققها كمان لمنظومة النادي الاهلي وجماهيره الرائعة كان استقبال طبعا باستتاو من اللعيبة اللي يعني ما شاء الله يعني تات شهود كده ماشي بشكل أكتر من رائع سيد عبد الحفيز بإدارته الوعية للعبين وتهقيد أو تأهيل المناخ المناسب للعيبة ده مهم جدا جدا مرورا بالجهاز الفني والجهاز الطبي كابتن سامي قمصان اللي بيقوم بدور أكتر من رائع مع مارسل كولر كمان على المستوى التغذية على مستوى كل الحقيقة النادي الاهلي نادي very professional على المستوى الاحترافي كل واحد عارف شغلته بالزبط كل واحد بيقوم بدوره بالزبط حتى على مستوى الإدارة وكمان يعني المحاسن الصدف كمان محمد صلاح ولعبة منتخب مصر يعني في أثناء سفرهم للمغرب لمبارات غنية يتقابلوا مع بعثة النادي الاهلي في المطار والحقيقة كان كان منظر أكتر من رائع الحقيقة يعني كل لعبة منتخب مصر تواجدوا بيهنوا لعبة النادي الاهلي بهذه الكأس الغالية تريزي جيه محمد صلاح كل اللعبة كانوا طبعا بيهنوا لعبة النادي الاهلي بهذا الإنجاز الكبير حضراتكم عارفين أن اللعبة النادي الاهلي كانوا منتخب ده طبعا محمد صلاح ويعني أحمد ياسر ريان وبيكامبوي بيستلموا طبعا على علي لطفي وزي ما بقول لحضراتكم كانت لقطة معبرة جدا وزي ما بقول لحضراتكم لعبة النادي الاهلي المنضمة للمنتخب منتظرة بعثة المنتخب اللي وصلت إلى المغرب لإن شاء الله أداء المهمة الوطنية وهو دوت ضريبة النادي الاهلي اللعبة خارجة من فرحة كبيرة جدا لكن هتلاقوا لعبة النادي الاهلي هناك في المغرب مستنيا ضمامها لصفوف المنتخب بتقفل فرحتها تماما وبتقلع تشارة النادي الاهلي وبتلبس تشارة المنتخب المصري وبيركزوا مع منتخب مصر فيه خلال الفترة اللي جاي الحقيقة يعني كان يوم سعيد جدا ويوم جميل جدا جدا علينا كلنا ومش على مستوى مصر بس يعني انت بتتكلم على ردود أفعال كبيرة جدا احنا شفنا ردود الأفعال هنا في مصر وبقول لحضراتكم مصر لغاية الساعة 3 الصبح كانوا موجودين في الشوارع فرحانين وصعداء لكن كمان على مستوى العالم بتتكلم على مستوى العالم كله وإيه ردود الأفعال اللي وصلت من خلال الموقع الكبيرة وفوز الكبير للنادي الاهلي في الحقيقة الفيفا الفيفا بتهني النادي الاهلي وتقول للأهلي ملك القرط القدم الأفريقية يعني البداية كده من حساب الرسم للفيفا الكأس العالم للأندية واللي كتبت ملك قرط القدم الأفريقية الأهلي يعود لكأس العالم للأندية للمرة التاسعة ده على مستوى الفيفا وكأس العالم للأندية كمان على مستوى الكاف الكاف قال الأهلي حسم تواجده في منديال الأندية للمرة التاسعة وكتب الموقع الرسمي لاتحاد الأفريقي الكاف الأهل يحجز مقعوده في كأس العالم للأندية عشرين تلاتة وعشرين وأضاف الكاف أن الأهل حسم تواجده في كأس العالم للأندية للمرة التسعة في تاريخه بعد الفوز يعني على الودات بنتيجة تلاتة اتنين في المبارياتين مجموعة المبارياتين والفوز بالكأس الغالية كمان منذ دي بورتيفو زي ما بقول لحضراتكم أصداء عالمية موندو دي بورتيفو قالت أن النادي الأهلي يفوز بدور الأبطال للمرة حداشر في تاريخه دي صحيفة أسبانية وكتبت هذه الصحيفة الأهلي يفوز بدور أبطال أفريقيا للمرة حداشر في تاريخه ليصبح سادس فريق يتأهل لمونديال الأندية عشرين تلاتة وعشرين جريدة أخرى ريكورد دي قالت أن النادي الأهلي بيحصد رقم حداشر النجمة رقم حداشر دي صحيفة بورتغالية ويعني أشادت بمجهودات النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي وكتبت أن النادي الأهلي حقق لقبه الحادي عشر مشيرا أنه أربع ألقاب للفريق الأحمر جاءت تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيخ وحقق النادي الأهلي ألقابه السالس إلى السادس في عهد مانويل جوزيخ خلال أعوام 2001، 2005، 2006 و2008 وخسر معه نهاية 2007 ضد طبعا فريق النجمة الساحلي التونسي تيليجراف تيليجراف قالت الأهلي انتقم من الوداد ودي صحيفة هولندية تيليجراف الهولندية قال إن النادي الأهلي انتقم من الوداد الذي تفوق عليه في نهاية النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا ساوس أفريكان طبعا جنوب أفريقيا وصحف طبعا جنوب أفريقيا وبرستاو بيقولوا بيرستاو يصنع التاريخ في النادي الأهلي في دوري الأبطال والصحيفة جنوب أفريقيا قالت بمواطنة بيرستاو نجم النادي الأهلي قال بيرستاو يصنع تاريخا مع النادي الأهلي في دوري الأبطال الصحيفة كتبت فوزي الأهلي كان معناه إن اللاعب بيرستاو بات اللاعب الأول في تاريخ جنوب أفريقيا الذي يفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين طبعا بيرستاو حقق لقبه الأول في دوري الأبطال مع طبعا سان داونز في نسخة 2016 على حساب نادي الزمالك المصري طيب نقول إن إحنا تاني فخورين بالنادي الأهلي وفخورين جدا جدا بما قدمه النادي الأهلي ودايما دا مخلي الدنيا كلها بتبص علينا الحقيقة وبنقول إن النادي الأهلي فريق فعلا فريق عظيم ودايما النادي الأهلي متواجد ما بين أكبار العالم وداوة مش من دلوقتي دا يمكن خلال بان أو خلال السنوات الأخيرة وإن النادي الأهلي دايما بيحمل عالم مصر خفاق الحقيقة على مستوى الأفريقي وعلى المستوى والمحافل العالمية زي ما بقول لحضراتكو نهاردة لنا كلام كتير جدا جدا وفي حلقتنا النهاردة كمان تكلمنا عن بطل من أبطال أفريقيا أو البطل الأوحد في أفريقيا هو النادي الأهلي وحصول على 11 لقب أفريقيا ومنتظرين الـ 12 وعندنا بطولات يا جماعة لسه جاية يعني النادي الأهلي إن شاء الله راحة كده خفيفة معادة اللعيبة الدولية لكن عندنا حسم بطولة الدوري عندنا الكاس الجديدة عندنا كاس السوبر إن شاء الله سيكون في شهر 8 عندنا بطولات كثيرة جدا عندنا كاس العالم للأندية إن شاء الله في السعودية في نهاية أو في منتصف شهر ديسمبر اللي جاي الحقيقة ممكن النادي الأهلي يحقق السومانية مش السوداسية وده المتوقع وده الجماهير النادي الأهلي واللعيبة عرفها حقيقة الفترة اللي جاية كمان هنتكلم النهاردة عن بطل أوروبا بطل أوروبا المان سيتي وتفوقه في المباراة النهائية على الإنتر هنتكلم عليها بالتفصيل طبعا مع نجمينا النهاردة محلل الكرة العالمية وضفنا النهاردة في المحترف محمود شاكر الحقيقة خلونا قبل ما نخش في الصحف العالمية نشوف بعض النقاط السريعة والأخبار السريعة اللي موجودة معنا النهاردة في المحترف أغويرو